موسيقى مرحبا بكم مشاهدين انا ما كنتم الى نشرة اخبارية مفصلة من يمن شباب نبدأها باهم عنوينها السعودية تدين هجوم ميليشيا الحوثي صالح على المدامرة الامريكية مصن وتؤكد ان العملية تعرض للملاحة الدولية للخطر ميليشيا الحوثي وصالح تجدد وقصفها العشوائي على احياء سكنية في تعز والبيضاء صالح والحوثي يدعوان لمزيد من الحرب وأسر ضحايا حادثة الصالة الكبرى يدعونا لايقافها اكد رئيس الوزراء دكتور احمد بن داغر على ضرورة تأهيل وتطوير الشركات النفطية لاعادة الانتاج وترتيب الحماية الامنية اللازمة لها بالتنسيق مع السلطة المحلية والمنطقة العسكرية الثانية وخلال اجتماع عقده بمدينة المكلة مع مدراء عمليات شركات تروماسيلة وبتروسار ودي ان او بحضور محافظة حضر موت قال بن داغر ان الحكومة ملتزمة بتوفير الموازنة التشغيلية لبتروماسيلة ومعالجة اوضاع الشباب الذين قاموا بحماية الشركات من العبث اثناء الاختلالات الامنية التي مرت بها المحافظة مؤكدا ان التزام ببدأ العدالة في بناء الدولة وفق اسس حديثة يسودها العدل وبما يضمن حصول مناطق الامتياز النفطية والمحافظة على نصيبها الذي تستحقه واضاف ان الحكومة مستعدة لتوجيه الجهات المختصة لمعالجة اي تلوث بيئي هذا وجه رئيس الوزراء شركات تروماسيلة بسرعة اعداد الدراسات الخاصة بانشاء محطة توليد كهربائية لوادي حضر موت بقدرة 31 ميجا واط والمناقصات الخاصة بها وتقديمها في وقت قياسي دانت السعودية بشدة هجوم ميليشيات الحوثي وصال حضة المدمرة مصن التابعة للبحرية الامريكية في البحر الاحمر قبلة ساحل اليمن ونقلت وكالة الانباء السعودية واسعا مصدر المسؤول ان هذا الاعتداء يعد عملا ارهابيا وعرض الملاحة الدولية للخطر واستهداف ممنهج من قبل هذه الميليشيات المدعومة من ايران تجاه الملاحة التجارية في مضيق باب المندب وتأتي هذه الحادثة بعد اقل من اسبوعين على استهداف ميليشي الحوثي والمخلوع للسفينة الاماراتية المعروفة بالسوفت عائلات ضحايا مزارة الصالة الكبرى بصنعاء اعلن موقفا ضد الحرب وضد استغلال دماء الابرياء في مناكفات سياسية وصراع على السلطة منطق يرفضه قائداء الانقلاب الامامي المخلوع وصالح والحوثي ويحرضان اكثر لتدمير اليمن ومهاجمة السعودية والمحافظة تفاصيل اوفى في هذا التقرير توالت ردود الفعل في اوساط اسر ضحايا العملية التي شهدتها صنعاء السبت الماضي في الصالة الكبرى وراح ضحيتها المئات لكنها ردود في الاتجاه المعاكس لما اراده الزعيماء الحرب المخلوع صالح وعبد الملك الحوثي الذين حاولت توظيف الحادثة للتحشيد العسكري وارسال التعزيزات نحو تعز والضالع واشعال مزيدا من نار الحرب دفاعا عن مصالح الانقلاب فبعد ساعات فقط من الضربة التي تلقاها صالح والحوثي في بيان الرويشان الصادر عقب خطابات صالح والحوثي التحريضية دعا الى تفويض الفرصة عن من لا يريد لليمن الا الحرب والدمار ودعوته للكف عن استغلال دماء الضحايا في المناكفات السياسية وفي السباق على السلطة خرج حسين النجل الاكبر لعبد القادر هلال احد ابرز ضحايا العملية يؤكد ان اليمن ستفقد الكثير اذا استمرت الحرب لكن المخلوع الصالح وعبد الملك الحوثي لم يصغي لهذا المنطق فبدلا من احترام مشاعر اسر الضحايا ودماء اقربائهم اتجه الاثنان الى استغلالها ثم تفارق جوهري بين منطق من يخوض الحرب باعتبارها تجارة رابحة كما هو الحال مع الحوثي والمخلوع وبين منطق اقرباء ضحايا الحرب فالصالح دعا لمزيد من الحرب في الجبهات الداخلية وتحديدا في تعز مأرب والضالع وعلى مستوى الجبهة الحدودية مع السعودية فيما خرج نجل عبد القادر هلال وقبله بيان الرويشان يدعو الى تغلب صوت العقل والمنطق ووقف الحرب وتقديم مصلحة اليمن واليمنيين فوق المصالح الخاصة ميدانياً وعسكرياً وصلت ميليشيا الحوثي وصالح قصفها العشوائي على الأحياء السكنية بمدينة تعز ونتج عنه سقوط عدد من الجرحة وقالت مصادر محلية ان الميليشيات المتمركزة في تبة سوفتل قصفت بأسلحة ثقيلة وصواريخ الكاتيوشة على الأحياء الشرقية ما أسفر عن سقوط أكثر من عشرين جريحاً أغلبهم إصاباتهم خطرة إلى ذلك تواصل الميليشيا الانقلابية فرض الحصار الخانق على المدينة من جميع المنافذ وتحشيد ألياتها ومسلحيها في أو إلى جميع الجبهات وفي سياق آخر قامت عناصر ميليشيا الحوثي والمخلوع بأدام المواطن صهيب توفيق علي سيف في منطقة العسيقية حذران غرب المدينة وذلك بعد رفض الخروج من منزله هذا ولقي ثمانية من ميليشيا الحوثي وصالح مصرعهم أصيب أحد عشر آخرين في المواجهات التي اندلعت مع رجال المقاومة الشعبية في جبهات تعز وقالت مصادر أن رجال المقاومة تمكنوا من دحر عناصر الميليشيا التي حاولت التسلل إلى حي التموين العسكري والدعوى شرق المدينة وحي الزنوج شمال المدينة وتحت غطاء ناري كثيف وأجبروهم على التراجع والفرار مخلفين خسائر بشرية فيما أصيب ستة من الجيش الوطني والمقاومة في الاشتباكات التي اندلعت حقق مجرم الحرب الحوثي والمخلوع صالح غايتهما من حادثة صنعاء في تحشيد والتجنيد فيما تزداد الدلائل على تدبيرهما للحادثة نفسها التي قد تكون نتائجها سببا للإطاحة بالانقلاب وهو ما يحاول صالحها والحوثي استباقه بتكثيف الحرب على تعزو الحدود مزيد من التفاصيل مع الزميل عبد العزيز الذبحاني تصاعدت حدة الاشتباكات في مختلف جبهات البلاد وعلى الحدود السعودية عقب تحريض مدبر الانقلاب المخلوع الصالح وحليفه الحوثي ففي محافظة تعز أحبطاء المقاومة الشعبية والجيش الوطني محاولات تسلل في أكثر من جبهة حاولت فيها عناصر الميليشيا الانقلابية الوصول إلى جبل المكلكل وحسنات في الجبهة الشرقية وفي الجبهة نفسها والوقت ذاته تصدى أبطال المقاومة الشعبية في محور المحافظة لهجوم عنيف مصحوبا بتغطية نيرانية بسلاح الثقيل على أحياء الدعوة وبيت المخلوع والتموين المكتظين بالسكان المدنيين لم يسلم السكان المدنيين أيضا في حي الزنوج شمال المدينة من قصف السلاح الثقيل والمتوسط للميليشيات الذي صاحب هجومها على مواقع المقاومة وفي الجبهة الغربية كثفت الميليشيات قصفها على منازل المواطنين ومواقع المقاومة والجيش الوطني عقب هجوم أفسلاه سقط فيه ستة من الحوثيين قامت ميليشيات الحوثي والمخلوع بتوجيع الذخائر والأسلحة على بعض المتحوثين في القرى المجاورة لمنطقة المكلكل وحسنات شن هؤلاء المتحوثون هجمات مرتدة أو هجمات ليلية على الجبهات على المقاتلين من المقاومة وفي ساعات تعنت الميليشيات الماضية قصفت بمختلف الأسلحة التقيلة والمتوسطة والخفيفة مواقع المقاومة في إطار المدينة وامتد القصف ليشمل مواقع الأقروض والشقب بصبه والضباب وجبل حبش ومقبنة والوازعية والصلو والأحكو ارتفاع وطيرة القصف العشوائي على أحياء وقرى تعز خلف العشرات من الضحايا ما بين شهيد وجريح من الأبرياء الذين قتلتهم قذائف الهون وصواريخ الهوزر التابعة للميليشيات الانتقامية أصلاً والانقلابية فعلاً وبسبب تقاعس الأمم المتحدة ومنظماتها أصبح أهالي الضحايا ينظرون إليها كطرف في الحرب زاد القصف أمس بشكل غير عادي مما أسهم في إرعاب السكان سواء في شرق تعز أو في غربها أو في شماليا أو في وسط المدينة بجميع أنواع السلاح الثقيل والمتوسط ملئت المدينة برؤب لا تكترث له محافل المجتمع الدولي ومنظماته مجازر ترتكب بشكل شبه يومي وعشرات الضحايا يسقطون يومياً ومنظمات الأمم المتحدة غائبة ومغيبة لما يحدث للأبرياء في تعز تصعيد ميليشيا الإنقلاب يأتي بالتزامن مع مساء المبعوث الأممي إلى اليمن لإحلال السلام في البلاد غير أن تحريض المخلوع وتحشيد حليفه الحوثي يعتبر بمثابة رداً كافياً وصريحاً لموقف الإنقلابيين من السلام عبدالعز الدبحان يمن شباب تعز في تعز أيضاً بدأ العام الدراسي الجديد في ظل الدمار الكبير الذي خلفته الحرب العدوانية على المدينة وفي ظل الإمكانيات المحدودة نتيجة الحصار الذي يفرضه الحوثيون أمين دبوان والتفاصيل يصفقون لأحلامهم هي عادت بعد أن كادت أن تتلاشى في مدينة صب الإنقلابيون على المدنيين السوط عذاب تراهم منذ بزوغ الفجر في شوارع تعز يتهافتون فراقاً وجماعات أصمود هو أم مجازفة أم هي المدينة التي يروي عطشها العلم للماء الإصرار والمثابرة يسأل أحدهم الآخر الطلبة في طابور الصباح يحدقون بشدة كأنهم ينتظرون مستقبلاً غائب وحذر في عيونهم من قذائف المتمردين ورغم ذلك كله العلم لا زال يرفرف والجمهورية نصب أعينهم بكامل هندامه وأناقته يتوسط خالد زملاءه لكن ساعته توحي بحقبة طفولة ولت وجاءت بأخرى ليست بأفضل حال فالحرب الغاشمة أفقدته أعز الناس إليه كان أبي يدينا المدرسانة كان يودينا المدرسة يسجلنا عند الأستاذات كان يعمل لي كل شيء لكن بعدما راح أبي الله يرحمه بداية الجمعية يستدعينا نحن ويستدعي لي وسجلنا ومميته ودينا المدارس أبرار في الصف الخامس أرادت قذيفة الإنقلابيين بمنطقة النسيرية قبل أشهر بتر إرادتها وإعاقة مستقبلها لكنها أبى ذلك واكتفت بالصمت والكتابة ذهب أمس أبرار للمدرسة وكان الشعب صف خامس في الدورة الثانية نزلها للدورة الأول علشان أبرار سنتان عجاف من الحرب والدمار والحصار حلت بعاصمة الثقافة لقنت المدينة خلالها القادمين من العاصمة المحتلة ثقافة المقاومة والصمود الطلبة يقاومون بهذا وهؤلاء بهذا وبين هذا وهذا مدينة محصنة فلا خوف على المدينة إذن ولا خوف على ثقافتها أمين دبوان يمن شباب تعز المعارك في جبهة نهم إقاع لا ينقطع وإن هدأت المعارك قليلا لا تهدأ الاستعدادات لساعة الصفر الحاسمة التقرير التالي ينقلنا إلى أجواء الحرب على تخوم العاصمة صنعاء وقع القذائف وأصوات الرصاص لا يكاد يتوقف فالمعارك هنا تنحو منحا آخر تشتد وطيرة الحرب حينا وتخف أحيان فالمعارك في مديريتهم شرق العاصمة صنعاء تتخذ أسلوب المباغتة والسرعة من قبل الطرفين كان آخر هذه المعارك هجوما شنه الإنقلابيون على جبل الجبير وجبل الكولة ليلة أمس تسلل بعض المجموعات من العدو إلى أطراف الجبي وكان لهم أبناء القوات المسلحة أبناء الجيش الوطني بالمرصات فلقنهم درس لن ينسوه ولم يخرج منهم أحد فمنهم ما يقارب سبعة عشر قتيلا وأربع أسراء وفي جرحة لا زال أصواتهم إلى اليوم والفجر في هذه الأماكن إذن فهي حرب استنزاف تأكل الأخضر واليابس لكن وقعها على الميليشيات الإنقلابية أعظم وأشد فقد خسرت المئات من الأفراد في أقل من شهر ناهيك عن الأطقم والمدرعات التي يتم استهدافها بطيران التحالف العربي ومدفعية الجيش الوطني التي تقذف بحممها على رؤوس الإنقلابيين في أوكارهم معارك نهم مستمرة ولو لم تصفر عن تقتم ملحوظ للجيش الوطني والمقاومة الشعبية لكنها يعتبرها مراقبون أنها تستنزف العدو في عدته وعتاده لا تزال معركة التحرير مستمرة في تنفيذ الخطة المرسومة لها فإيقاف الزحف لبعض الأيام ليس عجزا ولا نقصا في العتاد والعدة فجبهات نهم تعج بالرجال والعتاد استعدادا لساعة الصفر المرتقبة خطة التحرير التي رسمها الجيش الوطني لتحرير العاصمة صنعاء ليست مرهونة بأيام أو أشفر محصورة فهي خطة تراعي وضع المواطنة داخل العاصمة صنعاء وفي محيطها محمد عبد الكريم لقناة يامن شباب نهم صنعاء قصفت ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية المتمركزة في جبل العليب بصواريخ الكاتيوشا قرية ذي كالب الأسفل في بلاد قيفة رداع بمحافظة البيضاء وذكر مصدر في المقاومة أن الميليشيا كثفت من قصفها العشوائي على ذي كالب وعدد من القرى والمناطق الأهلة بالسكان طريد خسائرها في المواجهات أو تعويضها خسائرها في المواجهات مع المقاومة الشعبية في بلاد قيفة وفي محافظة الضالع سقط قتلى وجرحة مع ميليشيا الحوثي وصالح في مواجهات عنيفة في مريسو وقالت مصادر أمنية أن الجيش الوطني والمقاومة صدوا هجوما غرب مريس ما أصفر عن مصرع عدد منهم كما استهدفت مدفعية الجيش الوطني والمقاومة نقطة الميليشيا بين قريتي الحقب وبيت اليزيدي بالدمت ما أصفر عن مصرع وإصابة عدد منهم إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه النشرة وكان فيها السعودية تدين هجوم ميليشيا الحوثي صالح على المدمر الأمريكي ماصون وتؤكد أن العملية تعرض الملاحة الدولية للخطر ميليشيا الحوثي وصالح تجدد قصف العشوائي على أحياء سكنية في تعز والبيضاء صالح والحوث يدعوان لمزيد من الحرب وأسر ضحايا حادثة الصالة الكبرى يدعونا لإيقافها نشكر لكم طيبة المتابعة السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر